أهلاً بحضراتكم من جديد طبعاً الشغل الشاغل بالنسبة لكل جماهيري النادي الأهلي هي مباراة الإياب أمام الترجي هي مباراة لازم نأكد على أنها مباراة غاية في الأهمية طبعاً لأن انت لسه ما حسمتش التأهل انت بتلاعب فريق كبير وتقيل تركز في الكلام ده انت دلوقتي اه اكسبت الترجي هناك في تونس عملت مباراة مفيش أحسن من كده عملت مطش كبير جداً جداً وكسبت واحد سفر وكان ممكن تكسب أكتر من كده كمان جنين ثلاثة على أقل كمان كان سهل أول ان انت تجيبهم يعني في المباراة دي لكن هل ده يقلل من فريق الترجي على الإطلاق فريق الترجي من الفرق الكبيرة جداً اللي قدرت كمان انها تفوز على الزمالك زهاباً وقياباً نكسبوهم هنا في القاهرة ولعبوا مباراة كبيرة أولاً ونفتكر قدام نادي الزمالك فإذا هم عندهم المكاومات اللي تساعدهم ان هم يكسبوا برا أرضهم ندي حاجة واضحة بشكل كبير جد فبالتالي مطلوب مننا إيه مطلوب مننا ان احنا نبقى مركزين قوي في صعوبة هذه المباراة ونكون متأكدين جداً من ان المباراة دي مش سهلة وان انت متأهلتش لحد دلوقتي لان انت بتتأهل بمجموع المبارايتين مباراة أولى انت عندك أفضلية طبعاً عندك أفضلية في أفضلية بالنسبة لنادي الأهلي طبعاً بعد النتيجة الممتازة هناك لكن الأمور ما تحسمتش فمطلوب من اللعيبة مطلوب من الجهاز الفني وانا واسق جداً ان هم بيفكروا بنفس التفكير ده ومطلوب من كل جماهير النادي الأهلي يعني مترقبة جداً تأهل النادي الأهلي النهائي دورة أبطال أفريقيا مش بس كده كمان بإذن الله تعالى الفوز باللقب ان احنا نكون دعمين ومساندين للفرقة في مباراة هي صعبة جداً مباراة صعبة جداً لازم نكون فاهمين الجزئية دي بشكل كويس جداً انا عارف ان كل جماهير النادي الأهلي مدركة المقطة دي بالشكل المطلوب لان هي ثقافة جماهير الأهلي كده أساساً ما بتفرحش بمطش انت بتفرح ببطولة هل احنا كسبنا بطولة؟ لا احنا كسبناش بطولة الموسم ده الأهلي خاد بطولات لسه ما خدناش غير السوبر السوبر ده الأفريقي اعتبر من بطولات الموسم اللي فات يعني لكن انت الموسم ده عامل مباراة كبيرة في مختلف البطولات لكن ما كسبتش غلا بطولة احنا ما بنفرحش غير بالبطولة ما بنفرحش غير لما نشوف الأهلي على منصات التتويج عندنا أمل كبير جداً ان احنا نوصل وان احنا بإذن الله نفوذ باللقب ده لكن لغاية دلوقتي احنا ما حقق ناش حاجة فان شاء الله كل التركيز من اللاعبين من الجهاز الفني في مباراة القياب أمام الترجي يوم السبت الجاي الساعة 9 بالليل على استاد الأهلي والسلام ان شاء الله بإذن الله نحسم الصعود بأداء ونتيجة جيدة في كل أحوال نتيجة هي الأهم لكن لو أداء على غرار اللي شفناه من نادي الأهلي في مباراة الزهب فنتمنى كده كمان ويبقى الأهم انك توصل للنهائي في كل الأحوال عشان ان شاء الله بعد ما تتخطى الترجي بإذن الله تعالى تفكر بها في ايه هتقابل كايزر تيفز ولا الوداد بالمناسبة بالمناسبة مباراة كايزر تيفز والوداد برضو ما تحسمتش ان كايزر تيفز آه حقايت نتيجة زي الأهلي كده بره أرضهم على الوداد مباراة كانت صعبة جدا كسب 1-0 بس كان معهم التوفيق بشكل كبير جدا هل الوداد قادر على العودة في المباراة من خلال مباراة القياب طبعا قادر لان برضو عندهم فرقة تقيلة وخبرات عظيمة جدا ومدرب بخبرات كبيرة جدا فإحنا مش بنفكر إحنا هنقابل مين أو الأهلي مش بيفكر ما هو لو بإذن الله تعالى لما يتأهل حيقابل مين إحنا مهم بالنسبة لنا أن احنا نوصل للنهائي بعد ما توصل للنهائي إن شاء الله تبتدي تفكر بقى حتقابل مين وحتلعبه إزاي وستراتيجيتك حتكون إيه فخلينا ناخد الأمور واحدة واحدة حبينا بس أن احنا نأكد على أن التأهل لم يحسن بعد ووجب الدعم والمساندة والتركيز مع الفريق خلال المرحلة الحالية حتى الوصول للهدف المربو وهو التأهل للمباراة النهائية بشكل مبدئي وده أمر مهم جدا ده فيما يتعلق بمباراة الأهلي والترجي مباراة الإيابة